المعلومات الاستخبارية العراقية مرة اخرى والتي اصبحت الدليل الرئيس لقطف رؤوس الارهاب وهذا ما تجسد في مقتل زعيم تنظيم داعش الارهابي ابو بكر البغدادي قرب ادلب السورية بعد معلومات دقيقة قدمها جهاز المخابرات الوطني العراقي وباشراف مباشر من رئيسه مصطفى الكاظمي الذي وبعد تسنمه منصب رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة اعطى الملف الامنية اولوية كبرى لما له من تأثير مباشر على بقية الملفات الاصلاحية للحكومة الجديدة الكاظمي استهل عمله برئاسة الحكومة باختيار جنرالين عسكريين لوزارتي الدفاع والداخلية الى جانب اصدار امر باعادة الفريق عبدالوهاب السائدي وترقيته رئيسا لجهاز مكافحة الارهاب اعتقدنا قرار فيما يخص البطل الصديق الفريق عبدالوهاب الساعدي اعادته الى الخدمة الى جهاز مكافحة الارهاب ومن ثم ترقيته لرئاسة جهاز مكافحة الارهاب زيارة خاصة للكاظمي الى مقر جهاز مكافحة الارهاب اعتبرها الكثيرون بداية انطلاقة جديدة للجهاز لملاحقة خلايا الارهاب في عموم العراق حتى القضاء عليها بشكل نهائي فبعد القاء القبض على الارهابي قرداش المقرب من زعيم داعش الجديد واعترافه بمعلومات ادت الى احباط غزوة رمضان لما يسمى ولاية الجنوب لاستهداف المواطنين جهاز مكافحة الارهاب يعلن مقتل معتز الجبوري الملقب بحج تيسير والذي يشغل ما يسمى منصب والي العراق ومعاون زعيم التنظيم الارهابي لشؤون الولايات كافة ومسؤول عن التخطيط والتنسيق للعمليات الارهابية الخارجية العملية تمت بتنسيق معلوماتي كبير استمر لفترة طويلة بين جهازي مكافحة الارهاب والمخابرات الوطني وبإشراف الكاظمي ليشن طيران التحالف الدولي غار على موقع في دير الزور السورية ادت لمقتل الارهابي الجبوري قطف الرؤوس التي اوغلت بدماء العراقيين عهد اطلقه على نفسه القائد العام للقوات المسلحة للوصول الى عراق امن مستقر خال من التطرف والارهاب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة